أكد وفد جميع الدول العربية على اتفاق مبني على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود الرابع من حزيران عام 67 مع إمكانية مبادلة متفق عليها وبسيطة من الأرض مبادلة أراض فلسطينية بأخرى فلسطينية نطق العرب بمطلب لطالما عمل من أجله الإسرائيلي للمرة الأولى يشرع عرب التنازل تعديل حدود عام 67 ردوخاً لسياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلية الجامعة العربية ممثلة في أمينها العام طرحت فكرة تبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل فض النزاع بين الطرفين على أساس مبدأ دولتين لشعبين جادل العرب خمسة وأربعين عاماً الغربة في أل التعريف الواردة في القرار 242 التي حذفها النص البريطاني من القرار للحفاظ على الغموض ومعه الصراع الصراع على الأراضي المحتلة وليس على أراضي مجهولة الهوية والقيمة واليوم يستعيد الغموض التباساً جديداً في الطرح العربي ولكن هذا الاقتراح في الواقع يخالف المنطق ويخالف القانون الدولي أيضاً بالنسبة للمنطق إذا كان المقصود هو تعديل المبادرة العربية التي صدرت في العام 2002 هذه المبادرة تمت بموافقة كل الدول العربية وأصبح لها مركز قانوني أساسي استندت عليه ديبلوماسيات كثيرة في العالم في مخالفة هذا الاقتراح للقانون أولاً في القانون الدولي هناك توصيف قانوني له آثار قانونية للأراضي المحتلة والأراضي المحتلة يعني أنها تستوجب على القوة القائمة بالاحتلال عدة موجبات لأن أي تغيير ديموغرافي في هذه الأراضي المحتلة ممنوع بعض من تبقى من أنظمة عربية جنح إلى إفراغ مبادرة السلام العربية صادرة عام 2002 من مضمونها الأساسي الذي يربط ما بين إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية وهذا ما قابله الإسرائيلي بمزيد من سياسة القدم مطالباً بتهجير فلسطينيه عام 48 بذريعة الدولة اليهودية أما الفلسطينيون فانقسموا كالعادة بين سلطة تمثل وزير خارجيتها في اجتماع المكرم العربية في واشنطن ومقاومة خفت صوتها في ظل علو صوت الثورات العربية يعني هو إلغاء لكل القرارات يعني عندما نقول الأراضي المحتلة لا نقصد فقط الأراضي الفلسطينية نقصد كل الأراضي المحتلة سن 67 بما فيها الجولال أدعو إلى التبصر في ليست داعيات وإنما مخاطر مثل هذا الاقتراح وآمل أن لا ينتقل إلى قرار من قرارات الجامعة العربية فلسطين ليست عقاراً للبيع أو المتاجرة شعار جميل يرى البعض أنه ما عاد قابلاً للحياة فعرب الاستسلام تنازل سابقاً عن أراضي عام 48 واليوم عرب السلام يعرضون حدود عام 67 للمبادلة وما بين الحدودين ينهي العرب صفقة بيعهم ما لا يملكون فلسطين للقضية والوطن ترجمة نانسي قنقر